موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم إلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تحطه بيمينك إذا لارتاب المبضلون بل هو آيات بينات في سدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بوتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطتهم بالكافرين يوم ينشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول دوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوي أنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العامنين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع الأليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا تؤفقون فأنا يؤفقون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدور الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أضم ممن افترى على الله كذبا على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين ولبطرون في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء من عباده ينصر من يشاء من عباده وهو السمي وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاكبة كيف كان عاكبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثالوا الأرض وأمروها أكثر ومما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبيرات فما كان الله ليقيمهم ولكن كانوا أنفسهم يقيمون ثم كان عاكبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يقل لهم من شركائهم من شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها واجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته قلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتراءكم من فطنه إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق حوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كحيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ولاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأكم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا سدر وإذا مسنا سدر بعوا ربهم منيبهم إليه ثم إذا أذاقناكم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريكم منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون فإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تسبهم سيئة وإن تسبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنقون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويكدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرب حقه والمسكين هنا السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وهر الفساد في البرع والمحر بما كسبت أيدي الناس أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاكبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأكم جهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا ما رد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضنه إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح البشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتجري الفلك بأمره ولتبدأوا من فقه ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فجاءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا فكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء ويجعله كسفا فترى الوذق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرهم وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله أي كيف يحي الأرض بعد موتها إن في ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرَسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْ مُصْفَرًا فَظَلُوا مِنْ بَعْدِي يَكْفَرًا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُوا مَوْتَى وَلَا تُسْمِعُوا سُمَّى الدُّعَى إِذَا وَاللَّا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِيَا دِعُمْ يَأَنْ دَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِمَا إِنْ تُسْمِعُوا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ كُوَّةً ثُمَّ جَعْلَ مِنْ بَعْدِ كُوَّةً ضَعْفًا وَشَيْوَةً يَخْلِقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَكُومُ السَّاعَةُ يُقَسِمُ الْمُجِرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةً كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفِكُونَ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدَ لَبِثُتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ جَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَالِ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْعْثِلُونَ كَذَلِكَ يَتَبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاسْبِرْ إِنَّ لَعْدَ اللَّهِ حَاقُّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِينَ تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةُ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدَى مِّنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَا وَمَنْ تِيْتِ لِوْدِهِ لَعَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِرَهَا هُزْوَا أُولَئِكَ لَهُمَّ عَذَابٌ مُّهِيمٌ فَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقَرَى فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ نَّعِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّهُ وَهِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَاسِيَا أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ بَابٍّه وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَمَّثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الوالمون في ظلال مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لذلم عديم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تتعهما فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن الممكن واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مغشك واغذد من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباتنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استنفك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقمة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوه إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنيض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العني الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعبة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا وشيهم موج كذل لدعو الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن وارده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغير ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم حاميم ألف لاميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتروه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبرك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ومن ثم استمى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قنينا ما تشكرون وقالوا أئذا ظللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت التي وكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هدها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولو شئنا لأتينا كل نفس هدها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العديل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأذنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكذاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه دل بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفسر بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع النذين كفروا إيمانهم ولا هم ينضرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تتع الكافرين والمنافقين إن الله كان عنيما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدئياءكم أبناءكم ذلكم قولكم من أفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقصد عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله وفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعدهم أولى ببعد في كتاب الله في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاق غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وعدني الكافرين عذابا أنيما يا أيها الذين آملوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاوت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتذنون بالله الذنونا هناك ما تني المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا هرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عوره وما هي بعوره إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا كلا ينفعكم الفرار إن فرتم من الموت أو القسر وإذا لا تمتعون إلا قليلا كل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليهم فإذا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تذور أعنهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون أن عن بائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بذلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان وفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيذهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياسيهم وقدف في قلوبهم الرعب يخربون وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسلون فريقا وأورثكم أرضهم وذيارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عديما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب دعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة